بما أنه ذكرت صفحة أفخاي أدرعي وهي من أكثر الصفحات أيضا التي تثير الجدل من خلال ما ينشر سواء يعني هذا التفاعل القوي من خلال نشر فيديوهات اللايف أو من خلال حتى التهنئة بالمناسبات الإسلامية برأيك هل بالفعل استطاع أن يؤثر ويجذب رأي فئة معينة من الشباب العربي يمكن إحنا واعيين بتاريخ القضية الفلسطينية وواعيين بحيثيات القضية الفلسطينية لكن في ناس ما بتعرف في ناس ما وعيت ولا قرأت ولا عاصرت الأحداث فهل بالفعل استطاع أن يجذبهم؟ صحيح وهذا بالمناسبة النقطة تحديدا التي تحدث عنها أنهم يلعبون بشكل مباشر على أن المستقبلون مختلفون في آراءهم وتوجهاتهم وقناعاتهم وبالتالي حينما تستقبلي أنت رسالة معينة تفهميها بغير الإسلوب أو بغير القناعة التي أفهمها أنا من خلال متابعتي لهذه الصفحات ومن خلال استطلاعات بعض أراء الإعلاميين وجدت أن هناك كثير من الشباب ودعينا نقول الشباب الصغير جدا حينما نجد بوست لأفخاء الدرعي مثلا وهؤلاء معرفون يعني هم ليسوا خجلون من أنفسهم أنه يقول نعم أنتم تعملون بشكل جيد نعم أنتم وفرتم لنا وسائل أو فرص عمل نعم نحن لا يوجد لنا مشكلة معكم ونحن سعيدون لأنكم أصلا موجودون معنا وهذه ربما قد تستغرب أن بعض الأشخاص نحن نعرفهم معرفة شخصية وهم موجودين أو ربما يكونوا موجودين بينهم السبب الطريقة أو الوعي الموجود لدى الشباب وتحديدا الشباب الصغير السن هو ليس بالدرجة التي ربما الجميع عليها أو ربما ليس بالدرجة التي يشكل مبدأ أو يشكل ثابت خاصة أن الجزء الكبير نتحدث عنه من الشباب الفلسطيني والشباب الصغير هو أصلا تربى ونشأ في ظل الاحتلال وعمليا شهد الكثير من أمور الاحتلال وربما هو أصلا كان يعمل في الداخل الإسرائيل وفي الداخل المحتل وبالتالي أصبح بالنسبة له هناك نوع من التعايش مع هذا الاحتلال وهو ليس متضررا منه للأسف